للشخص بالإدمان أريد أن أخبرك ما تدافع للشخص لكي يبدأ مرحلة الإدمان الأسبوع الماضي أنا أسأل نفسي دعاية في وسائل التواصل الاجتماعي بالذات في تيك توك و في سناب تكلمت عن الموضوع هذا و قلت أنا في الغالب أنه أنا عندي سألت كثير من الشاب عندي في العيادة و قلت لهم يا شاب ليش بعد ما يحبك يصار حك المدمن يعطيك من الآخر يعطيك ما لا تجده في الموسوعات و البرامج العلمية و الابحاث يبغى عندي آلام من الطفولة و أنا عاني أنا عندي ضغوط في البيت ضغوط في العمل ضغوط كذا زين فأبغى شي طب طب علي و وجدت من يسكن ألمي إلا المخدر هذا كلام جميل نسيان ألم تطبيب على ضغط أنا عندي ضغوطات و ما استطعت أن أتعامل معها البنت ما عندها حسن تدبير في مثلا في الجامعة و صارت مضغوطة من المواد و كذا و عندها هدك عالي فقالت لزميلتها خدي مثلا مهدئ الفلاني زلاكس ولا ليركا ولا غيره يروقك يبسطك ينسيك الألم و فعلا ترى ينسيها الألم فترة محدودة ثم تدفع ضريبة عالية جدا لازم أكمل كلمة دي عاستثين ما يفهموني الشاباب البنات غلط حتى لو عطتك إبرة بنج ضيعتك عن الشعور بالآلام الحياة و ما الفائدة و أنا برجع بعد كم ساعة و نعرف أني بتنتظرني فاتورة ضخمة بيكون عندي الآلام هذي والضغوط و الإدمان عندي موضوع المتعة طلب المتعة الآلام و بسبب طلب متعة و مفهومنا المتعة للحياة الموازنة الرغبات التي تكون عندي أنا عندي في جسمي جهازين و هذا التراب موضوع الإدمان شايك كبير و حلقتكم صراحة أشكركم أطرح من هذا الموضوع مهم جدا من أهم الأشياء المؤثرة في صحتنا و برنامجكم برنامج صحي متميز موضوع الإدمان أنا عندي في جسمي دماغ و الدماغ هذا فيه جهازين بشكل عام في التشريح يعرفون الكلام هذا جهاز جبهي عاقل في فصل جبهي في المقدمة الإنسان وهو الناصية التي ذكرها الله لنسفع عن بالناصية لأنه هي صاحبة القرار و الضبط و السيطرة و الفرامل و فيه جهاز يدعس يقول يا ولد ادعس اللي هو الجهاز الحشوي الريورد سيستم أو جهاز المكافأة الذاتية اللي يدفعنا للشهوات و اللذات و نشعر بلذة الأشياء المباحة أو حتى غير المباحة اللي نسويها اللي فيها لذة سواء طعام أو جنس أو جلسة حلوة أو متعة أو سفر أو غيره نشعر بلذة في الجهاز الحشوي هذا فعندنا الصراعين في الجانب هذا إذا كان ما عندي أنا تحكم في الرغبات ما عوت نفسي و الله كل رغبة بتسبب لي فاتورة باهظة بتسبب لي أضرار دينية و صحية و اجتماعية و سرية إلى آخر عقلية نفسية أنا بقى أوطن نفسي عليها الذي لا يتعلم من صغرة ضبط نفسه و ما تربى بشكل واضح و لذلك الأسرة دورها كبير في موضوع أني كيف أنا أطاح الإنسان في الإدمان في المخدرات عندها بناء شخصية ضعيف سبب أسرتها ما سلح بالمهارات هذه عندها الرغبات هذه عندها بشكل يا إما مدلع أهلهم مدلعين تماما و نقول احرموا بعض الأحيان يزعلوا مني بعض الشهاء والبنات لا التوازع على أني أنا ليس كل رغبة ألبيها مثل ما قال عمر رضي الله عنه ليس كل ما اشتهيته و اشتريته رب نفسك أنه ما في شيء يحكمني ما في لذة يحكمني الولد بغى حلاة و أعطها اليوم بكرة أقول له لا ما عليش ما عندي من باب التربية و عودهني كل شخصية كاملة ضعف الشخصية ضعف التعامل مع الرغبات ضعف التوكيد الذاتي و ضعف النسان ما يقول لا من صغرة شخصيتها مهمشة هذا يسبب له هدمان فيه جوانب أخرى متعلقة بالتربية الأسرية الرفاق و الجانب الاجتماعي و اليوم المجتمع يعني العالم كله معه نقول أول القرية مو قرية اليوم